بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد كيف نزرع القاردينيا بنجاح؟ كيف نجعل عقل القاردينيا تنجح بشكل مطلق ومضمون؟ القاردينيا واحدة من أهم وأشهر وأجمل نباتة الزين المعروفة في كافة أرجاء العالم تعرف بأزهارها البيضاء الجميل الكثيفة ذات الرائحة العطرية الفريدة نبات شجيري دائم دائم الخضرة بالطبع لا تتجاوز في ارتفاعها المتر النص شاهدوا هذه الأزهار الجميلة فواحة العطر أوراقها خضرة لامعة كما تشاهدون العامل الأساسي في نجاح القاردينيا الإضاءة القوية الإضاءة القوية الإضاءة الطبيعية أولا وقبل كل شيء دون التعرض المباشر لشعة الشمس المباشرة الرطوبة المعتدلة الدائمة قلنا الحرارة المعتدلة أيضا التطرف الحراري لا يلائمها بتاتا طريقة الإكثار بسيطة جدا بالعقل الطرفية نأخذ العقل الطرفية ونزراها في تربة البتموس العقل الطرفية بما لا يتجاوز 10 إلى 15 سنتيمترا حد أطول 10 إلى 15 سنتيمترا نراعي أن تكون فيها براعم نقوم بمعاملتها بهرمون التجذير أو هرمون الأولوغيرا بعد مرور نحو شهرين تبدأ العقل فاتنا أن نسجل في الوقت الذي قمنا بوضع العقل فتنا أوضاع الفيديو في الحقيقة الذي كان ذلك في الشتاء طبعا التعقيل يجب أن يكون ابتداء من الشهر الحالي 10 إلى الشهر الثالي هذه النتيجة بطبيعة الحال بعد مرور نحو شهرين إلى 70 يوما شاهدوا هذه العقل الطرفية كيف نمت وأصبحت بهذا المجموع الجذري الكبير والناجح بحمد الله صحيح أن القاردينيا حساسة ولكن القاردينيا تحتاج إلى الإضاءة القوية والرطوبة الدائمة المعتدلة وتعقيم التربة دائما للحفاظ عليها لحساسية الجذور من تعقيمها بالخل محلول الخل بنسبة 1 إلى 20 شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله